السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عامين ايه انا النهاردة جايلكم في حلقة جديدة من يوميات لارارة عصولة في جولة سريعة وحلوة في محلات الالعاب وتجهيزاتهم للعيد وكل سنوانده طيبين وده بمناسبة ان احنا نزلنا فلوجة قبل كده عن في سوق الجمعة عن قطقم البرسلين والصيني وعجبكو قوي والطلب مني ان انا اعمل فلوجة تاني فاخترت ان انا اعمل لكم فلوجة حلوة قوي عن لعب الاطفال وتجهيزات محلات الالعاب للعب دي وتعالوا نشوف مع بعض الالعاب في اشهر محلات الالعاب دلوقتي انا شفت طبعا هاخد لكم المحل من اوله اللعب الاول اللي هي مناسبة في السعر لأسعارها قليلة انا شايفة ان هو أسعارهم كويسة جدا شايفين يعني اللعب بتاعت الحيوانات دي مثلا بخمسين جنيه وحاسها تقيلة وجميلة ضينصورات وحيوانات وفيها اكتر من خمس قطع او ست قطع واغلبية الالعاب يعني دي مثلا بتاعت دكتور وجميلة جدا وفيها عروسة وكل حاجة وبخمسة وتلاتين جنيه يعني الحمد لله على رغم الاسم اللي احنا فيها بس الاسعار الحمد لله يعني كويسة لحد ما ومثلا الساعة زي دي مثلا بتلاتين جنيه شكلها حلوة اوي وانا اجايبلكو على فكرة حاجة حاجة يعني انا البنات الاول بعد كده هنخش على العلاعب الولاد الميكروفونات دي الميكروفونات دي بتعمل موسيقى وبتتكلم وبتعمل الصادة وبتعمل كذا اغنية حلوة اوي وبخمسة وستين جنيه وفي بقى الشخصيات انتو بتحق الاطفالكو بيحبوها اللي هي بتاعت ديزني اللي هي فروزين وربونزل وحاجات كتير وفيه اللي دي كمان برق بنزين وحاجات حلوة اوي ودي طبعا اللي هي العربيات بتاعت العرايس جميلة اوي برضو فيه بخمسة وتلاتين وفيه بخمسة وستين ودي لعبة صيد السمك فيها مغناطيس برضو بخمسة وتلاتين اللي عبة جميلة خالص ودي برضو بتاعت الدكاترة اللي هي تبقى دكتور سماعة فيها سماعة وحقا فيها كل حاجة وبتلاتين جنيه بتاعت ودي بقى عرايس والت ديزني اللي هي الجميلة اوي وعلى بيتها اوريجنال واسعارها مناسبة يعني بصوا وعيلة كاملة من ابو ام وبنوتة ولبس كتير للاب و للام البنت بحوالي كانت بمية بتاعت لي بمية اهي مية وعشرين وعشان حلوة قوي يعني جايين بدولابهم يعني عشان اولادكم يغيرو لهم وكده جميلة حلوة قوي بمية وعشرين جنيه اسعار جميلة بصراحة يعني انا كنت قلت ايه الاسعارها تبقى غالية عشان طبعا الحاجات دي اغلبيةها بتبقى استيراد واغلبية الالعاب احنا كنا بنستورطها من الصين فانا قلت الاسعار تبقى غالية بس الحمد للاسعار الحد ما مناسبة يعني واحسن حاجة طالما ما فيش خروج طبعا وهي هنلتزم بيتنا وما فيش نزول ولا خروج ولا ملاهي ولا اي حاجة فالاحسن انتوا تشتروا العاب جميل للاطفالكم وانا قلتلك اوريلكوا بس جولة سريعة كده في محلات الالعاب والتجهيزات عشان تشوفوا بس ايه الاسعار المناسبة اللي انتوا ينفع هتجيبوا لأولادكم الالعاب ولا لا وحتى دي التشكيلات الجديدة بصوا الاسعار كلها مختلفة يعني في اللعبة الكبيرة ايه مثلا عروسة مع السرير مع العربية بكل حاجة بثلتمية وخمسين جنيه مثلا عروسة بالعربية بمتين جنيه عروسة الوحدها اللي هي معها البوتي ومعها البامبرز والفرشة وكل حاجة بمية وستين جنيه بس هي اسعار متفوتة واسعار بتختلف من لعبة وحجمها واسعارها او مثلا بيبي ومعها البنيو بس اللاعب بصراحة جميلة ما شاء الله عليها جميلة جدا ومنسبة لجميع الاعمار اي دي جولة اهي بس انا بجيب واحدة واحدة العب البنات الاول بعد كده العب البلاد زي ما قلت لكم اا واللاعب دي بقى بتاعت شخصيات ديزني مع البيوت بتاعتها اللي هي بتجي في عائلة عمر وبتيجي في اغلبية اا الحلقات اللي بتجي في التلفزيون اصعارها بتبتدي من متين وسبعين فيما فوق في التلتمية وربعمية حسب حجم البيت ودي بقى البابيهات الصغيرين اللي هي بتاعت لي من ستة شهور لحد سنتين اللي هي الالعاب اللي بتزمر والمكعبات اللي هي اللي هي بتعمل اصوات وزبايدرمان ولادي وبناتي وبيانو بس ببيهات خالص هي اسعارها برضو مية وعشرين جنيه اا مية وعشرة ستين خمسين هي الاسعار كده بس وقطر كده مثلا حلوة قوي بمية وعشرين جنيه اا وبيبي حلوة قوي بيعمل صوت وبيصحف بمية واربعين جنيه وهي اليونيكورني دي اللي هي البوني حلوة قوي وشخصيات احنا قلنا اللي نروح لولادي بقى اللي هي شخصيات بقى برق بنزين وشخصيات وودي وبازيطير ودي دا بيمشي بتايقلي بالرموت وفي الهوة سوبرمان وهالك وكل الشخصيات الولادي حلوة او اصعارها حلوة او يعني اصعار الولادي برضو قليلة والمسدسات اصعارها جميلة برضو اصعارها قليلة في بيبتدي من اربعين جنيه بتايقلي اللي حد مية وعشين جنيه المسدسات الكبيرة وزي مثلا المسدس بايدر مين دا فيه المسك في كل حاجة حلوة او اصعاره من الناسبة جدا وفي اللي هي برضو البندقيات انا قلت اريكو حاجة حاجة اهو بصوا بمية وخمسين جنيه اللي هو مع المسك مع المسدس مع كل حاجة ومية وسبعين جنيه المسدس الاكبر والمسك الاكبر يعني حتى المسكات بتختلف لجميع الاعمار يعني انا قلت اريكو الاسعار كلها عشان تشوفوها عشان لما تنزلوا تعرفوا ان الاسعار مناسبة او غير مناسبة دا المسدس اهو برضو حلو جدا ومية وعشين جنيه فيه مسدسات اللي هي الاصغر برضو قلتلكو بتتراوح من الاربعين جنيه في ما فوق ودي الدباديب ودي الحاجات الالعاب الصغيرة بقى اللي هي تنمية المهارات الاطفال ودي برضو الالعاب جميلة صغيرة وحلوة في ودي وبازياتير الشخصية بمسكات هم بيركبوا بقى الشخصيات دي وبتبقى حلوة قوي بمية جنيه برضو وحسب كل ما الشخصية تكبر وحجمها يكبر بالسعر بيعلى من مية مية وعشرين مية واربعين مية وستين بيزيدوا عشرين جنيه هين شخصيات في توي ستوري كلها حتى مكتوبه توي ستوري الجزء الرابع توي ستوري الجزء الثاني يعني حتى بحددين لك الشخصيات ودي بقى التلوين اللي بيحبوا التلوين عايزين تحطوا ميكوب اكسيسوريز تلونوا الشخصيات كل حاجة موجودة جميلة الالعاب جميلة بصراحة طحفة يعني لا محلة الالعاب ربنا يرزقهم يا رب ينازلت بقوتها يعني بنسبة عشان كوا يعرفين كل الاطفال قاعدين في البيت مو بيتحركوش يعني في مراعين ظروفهم ايه ودي عربيات بالريموت بمتين وخمسين وفي عربية هي مثلا عاملة مية وعشرين وفي عاملة خمسين جنيه بصوا عربية صغيرة انا اتركوا بيختلف حسب الاحجام وفي خمسة وستين جنيه كل ده بالريموت يعني بيبتدي من خمسين جنيه عربية بالريموت حلوة قوي يعني وعربية كبيرة برق بنزين دي برضو بخمسة وتمانين جنيه وفي بمية وعشرة هي كل ما الحجمة بيكبر كل ما السعر بيعلها بس كويس يعني المحلات الالعاب مراعية ان كل الاسعار تبقى مناسبة لجميع الناس يعني مش همحدين سعر عالي بس او سعر واضي بس لأهما جايبين جميع الاسعار عاملين كل اكشان حلوة قوي بصراحة لا حتى انا دخلت لقيت كاراتين يعني لسه يفرشوا تاني فرش العاب تاني كتير رب نيرزقهم جميعا يا رب بس ودي حاجة اهو عربيات برضو اطفال اللي هي القطر بيمتنوا شوية ده عشان القطر يكبر قوي وعربيات بقى اللي هي بتمشي الواحد ده برا القطر وجوه القطر يعني بتمشي على القطبان وبتمشي برا حلوة قوي برضو دي عربيات تانية برضو بس عاملة زي مسابقات عربية مسابقات وعملين الطريق بتاعها كلكشان حلوة قوي نرجع تاني بقى للشخصيات اللي هي البيوت بتاعة الاميرات بتاعة ديزني جميلة قوي بصوا عاملين العربية بالشخصيات بالدولاب كل حاجة بربعمائة وخمسين بس ده بصراحة كان كبير جدا كبير قوي في كل حاجة في مطبخ في دولاب وفي بسين في كل حاجة في برضو بص شخصياتها كلها انا شايف ان سعرها كويس بالنسبة لحجمها بمتين جنيه بس فيها شخصياتها كلها وفيها بيت وفيها دولاب وفيها مطبخ فيها حمام فيها كل حاجة ودي كيتي دي برضو عاملة زي كي انهم زحليقة ملاهي بيت لابس اللي متحرك بعد كده بينزلوا على الزحليقة بصوا دي برضو زي اللي بتيجي في الكارتون بالزبط بيت كامل ودي بابيهات برضو اللي لها عربية والليها طبا والبيوتي عاملة زي البيبي الحقيقي بالزبط يعني انتي لو بنتك انتي عندك بيبي وعايزة تلهيها وتحب اخوها او اختها تقولها اللعبة دي يعني هتحس بالمعاناة اللي انتي بتحس بيها ودي برضو بصوا سعرها حلوة قوي يعني برضو 180 بس عاملة زي اللي كان في الجميلة والوحش برضو طبخ وحاجات كده وخلاط وغسالة ومكانة خياطة ومكانة ايس كريم وحاجات ومطبخ مطبخ كامل بس برضو دي اسعار من هنا من المكان اللي اللي انا فيه دلوقتي بيبتدي من 120 وفي ما فوق اه اصعار بيبتدي من 120 في ما فوق يعني الخلاط ده مسلا كان ب120 بتعمبه 180 ده 140 حاجات الطبخ وايس كريم ب140 جنيه بصوا الاصعار بتتفاوت 120 جنيه بالنسبة لحجمها دي كان جميلة جدا فيها التينس انصال عاملة زي بينجو دو كده والحاجات دي بس بتختلف طبعا من المركة بصوا ما كانت خياطة عاملة زي الحقيقية بالضبط بتخيط وقلقو قل بمية ايه و140 جنيه او 120 جنيه والغسالة وحاجات جميلة ومكوى اعمل او ميكرويف وحاجات بصوا عاملة زي الحقيقية بالضبط وعجانة وحاجات بصوها هتجهزوا عيالكم صغرهم ومطبخ بصوا مطبخ حلوة قوي برضو العروسة بالمطبخ بتاعها بكل حاجة يعني هما مقسمين حتى عشان يسهلوا عليكم كل كورنر لوحده يعني بتاع الطبيق وبتاع ادوات البيت في كورنر وده في كورنر وكل شخصية حتى كالبين الاسيمة كل شخصية اه في علبة لوحدها حلوة قوي برضو اليوني كورن اه معهم الخلاط ومعهم حاجات البيت بتاعهم وماكنسة عاملة زي المكنسة الحقيقية بتشفت حتى يعني المكنسة ما تشغلها بتشفت ودي خزنة اه زي حصالة وجيتار برضو بالشخصيات اللي قبلتكم بيحبوها اه ودي حاجة عاملة زي الفخار ما كانة عاملة زي الفخار بالزبط بعجينة زي اه الطين بتتعامل اه بتشكل بيشكلها زي زهرية او اي حاجة اللي هو بيفضله بعد كده بيلونها بالوان المية وده برضو الشخصيات بالعجلة اللي هي باربي زي ما انا وردتكم قبل كده اللي هو اهو الاب باربي يعني زي عيلة اب وام وبنوتا او واب وام وبنوتين بمية وعشرين جنيه جميلة جدا باللبس بتاعهم بكل حاجة حلوة قوي حتى خامت العريص نفسها تقيلة ومسكة نفسها وجميلة جدا غير الخفيفة خالص ولو عايزين الام وبنتها بس السعر بيقل خمسة وتسعين جنيه فحلوة قوي يعني هاي الاسعار تبقى متنوعة في المتناول الجميع دي حاجة انا شايفها كويسة جدا بس فدي يا جماعة انا حبيت اعمل الفيديو ده عشان بس انشر الطاقة الايجابية عشان الكل ننزل علينا ان احنا احنا في العيد مش هننزل احنا في العيد مش هنروح في حتة احنا عيالنا مش هيخرجوا احنا عيالنا مش هنروح بهم في الجنين ولا في الملاهي ولا اي حاج لا عادي فارحوا اولادكم مش ضرورة تنزلو خلي الازمة دي تعدي على خير ان شاء الله بازن الله واشتروا الاولادكم الالعاب اللي هم عايزينها بدل المصاريف اللي كنتو هتصرفوها في الملاهي والمصاريف اللي كنتو هتصرفوها وانتو النزلين وتاكلوا برا والسينمات وحاجات اسرفوها جبلهم لعبة حلوة وهم هيحسوا بالعيد وعادي لبسهم لبس العيد يفرحوا بيه في البيت ما فيش اي مشكلة وهم واحنا متجمعين اما دام الحمد لله بصحة وبخير دي فضل ونامة من عند ربنا فهترهم الالعاب اللي هم عايزينها حتى لو ينزلوا يختاروا معكم الالعاب اللي هم عايزينها لو اتفرجوا على الفيديو ده ويحددوا الالعاب اللي هم عايزينها انزلوا واشتروها لهم ويلعبوا هيحسوا بالعيد باذن الله ويا رب يبقى عيد حلو علينا وسعيد علينا كلنا ان شاء الله والعيد الجاي باذن الله يجي علينا ان شاء الله يكون الغمة دي تشالت وان شاء الله ياريت الفيديو ده يكون خفيفة على قلوبك وحلو وياريت اللي سا ما اشتركش في القناة يشترك وما تنسوش تفعل علامة الجرس واشوفكم في كل جديد وفلوج جديد ان شاء الله بإذن الله لو الفلوج جديد عجبكم عملوكم مفاجأة تانية ان شاء الله قريب بس ما تنسوش تضيفوا تعليمات علاقتكم وتقولولي انتم عايزين الفلوج الجاي يبقى فين وزي ما فلوج سوق الجمعة بتاع الصيني اللي هي كانت الكتاب 10 جنيه عجبكم عملت لكم فلوج جديد اهو يا ربي عجبكم بتنسوش تكتب لي في التعليقات بس لو عجبكم اعملكم فلوج جديد الجاي في عين مع الف سلامة واشوفكم بالف خير وبالف صحة وبالف حانة